اشتركوا في القناة وهو محاط بخندق مائي يفتح القصر أبوابه للزوار أيام الثلاثاء والخميس وهو ضريح للقائدين كيم إيل سونغ وابنه كيم جون إيل القصر تحت حماية القائد الحالي كيم جون أون في المركز السبع عشر فندق رايو يونغ يتواجد هذا الفندق في مركز مدينة بيون يونغ وهو من أكبر الفنادق في العالم يضم ثلاثة آلاف غرفة وطوله ثلاثمائة وخمس وثلاثون مترا تم إنهاؤه بعد الموعد المتوقع بست وعشرين سنة بدأت عملية بنائه سنة 1987 تحت إشراف كيم إيل سونغ جد القائد الحالي كان من المفروض أن تنتهي أشغال البناء في عامين فقط والافتتاح سيكون خلال الألعاب الأولمبية يعتقد أن هذا الفندق الهرمي الذي يحتوي على مائة وخمسة طوابق قد كلف حوالي سبعمائة وخمسين دولارا ويضم سبعة مطاعم وكازينهات وعدة ملاه ليلية في المرتبة السادسة عشر القوات الجوية تضم قوات كوريا الشمالية الجوية حوالي مائة وعشرة آلاف عضو وأكثر من تسعمائة وأربعين مركبة جوية أغلبها روسية الصنع والصينية من ضمنها مروحيات الهجوم ومدرعات أرضية ومقاتلات وطائرات بدون طيار يمتلك كيم جون أنظمة دفاعية جوية أيضا منها ساموى تريبل اي التي يعتقد أن أصلها سوفيتي كما يملك العديد من المقارات العسكرية تحت الأرض مما يجعل نظام كوريا الشمالية العسكري من أقوى الأنظمة في العالم يقع في قمة طايوة التي تبلغ 1360 مترا في الارتفاع بني هذا المنتجع بأمر من القائد كيم جونغ وتقدر قيمته بـ 35 مليون دولار هذا المكان وجهة لأكثر من 5000 شخص يوميا أغلبهم السياح الذين هم تحت الحماية المستمرة من طرف الجيش الكوري بالإضافة إلى التزلج على الثلج يضم هذا المنتجع فندقا فخما بـ 120 غرفة وحلبة ثلجية ومسبحا وعدة مطاعم في المرتبة الرابعة عشر هاتف محمول غامض تمت مشاهدته عدة مرات خلال التدريبات العسكرية لكن تفاصيل هذا الهاتف لا تزال مجهولة من المعروف أن القائد ومن حوله من الأشخاص يستعملون شبكة خاصة بهم للتواصل مما يحافظ على سرية محادثاتهم البعض يقول إن الهاتف من نوع HTC لكن بما أن الهواتف لم تكن متوفرة في كوريا إلا لغاية 2008 فيصعب تحديد نوعية هذا الهاتف كما قيل إنه يحتوي على ميزة الاتصال بالإنترنت وهو أمر ليس في متناول الجميع في كوريا في المركز الثالث عشر جزيرة خاصة تتمركز الجزيرة في موقع سري في مكان ما في ساحل البلاد ويصفها أحد مشاهير أمريكا بأنها كبيرة جدا يقال إن الجزيرة لها عدة خاصيات منها السكن الرئيسي للقائد كيم جون بنفسه وأيضا منتزه مائي خاص به كما يعتقد أن الجزيرة محمية طوال الوقت من طرف وزارة الدفاع وتضم أنظمة دفاع صاروخية في المركز الثاني عشر ملاعب الغولف يملك كيم جون أفضل ملاعب للغولف التي تتكلف بصيانتها الحكومة أغلب هذه الملاعب توجد في إقاماته الشخصية وجزيرته ولا يسمح لأي أحد بالدخول إلا في المناسبات كيم جون يملك أيضا سينما خاصة به وقد أنفق ما يقارب المائتي ألف دولار لبنائها في أحد منازله تتسع السينما لأكثر من ألف شخص وهناك عمال مكلفون بصنع الفشار عند الطلب في المركز العاشر مائة سيهرة عام 2014 أنفق كيم جون ستة عشر مليون دولار على أغلى أنواع السيارات من ضمنها لموزينات ميرسيديس فخمة وسيارات أخرى رياضية كلها ممنوعة الاستيراد في المركز التاسع سفن عسكرية تشكل هذه السفن درعا هائلا حول كوريا الشمالية وتتكون من بارجات حربية ومدرعات ومدمرات وسفن للمراقبة أغلب هذه المركبات قديمة تنتمي إلى الاتحاد السوفيتي أو تم شراؤها من روسيا في الثمانينات ثامنا مجموعة من آلات البيانو إن كنتم تظنون أنه يملك ثلاثة أو أربعة آلات البيانو في منزله فأنتم مخطئون لأنه يملك حاليا أكثر من ثلاثمائة وعشرين منها موزعة حول منازل في إمبراطوريته يشع أنه يعزف عليه مرات عددة في اليوم سابعا المشروبات الكحولية ينفق كيم جون ثروة مهمة من أجل استيراد أجود أنواع الخمور له ولأصدقائه الذين يدعوهم لحفلاته الخاصة ويحب الاستمتاع بالنبيذ الفخم من وقت لآخر سادسا الغواصات تحت المياه الكورية يكمن سيرب من الغواصات السوفيتية القديمة التابعة لكيم جون من ضمنها أربع غواصات سوفيتية واثنان وعشرون غواصة صينية بعض هذه الغواصات يمكنها حمل سني عشر طوربيدا وأبعة وعشرين من الألغام ومنها من تملك نظام سونار متقدم جدا والشائعات تقول إن هناك غواصة جديدة قيد البناء بقوة هائلة قد تشكل خطرا على العالم كله خامسا طائرة خاصة طائرة كيم الخاصة كانت من أكبر الطائرات عام 1963 وتم تعديلها حسب ذوقه الخاص تصل هذه الطائرة إلى سرعة 900 كم في الساعة ويستعملها القائد لتفقد مشاريعه حول البلاد تضم الطائرة مطبخا وقعة للاجتماعات وبيت نوم لم يعرف أحد بشأنها إلا مؤخرا عندما سافر بها كيم رفقة زوجته رابعا اليخت أنفق كيم سبعة ملايين دولار على يخت يبلغ طوله ثلاثون مترا وهو من أفخم اليوخوت على الإطلاق يحتوي على صالة وحمام سباحة ويستعمله لتفقد السكان المتواجدين على السواحل ثالثا الصواريخ من المعروف أن كيم جون يملك العديد من الصواريخ لكن ما نوعها؟ وهل هي قادرة على حمل أسلحة نووية؟ هناك أكثر من تسع أنواع من الصواريخ ضمن المجموعة التي يملكها القائد أكبرها كأن 0814 والتايبو دونج 2 وما سودان بيام 25 رغم أنه لم يستعمل أي منها للحرب لحد الساعة لكن يعتقد أنه قريب من ذلك كما أن العديد من الغواصات أكدت قدرتها على إطلاق الصواريخ من البحر ثانيا منتزه بيونج يونج المائي المنتزهات قليلة ومتبعدة في كوريا وأغلبها تم إنشاؤه في مدينة بيونج يونج هذه المنتزهات تضم مسابح ضخمة مزودة بالأمواج الإصطناعية وكذلك المطاعم وألعاب المائية ممتعة أولا وآخرا المنازل يملك كيم الكثير من المنازل حول بلاده لكن أغلبها سري أحدها هو منزل سينو جو الذي به محطة قطار خاصة في بيونج يونج يضم هذا المنزل الفخم السينما التي ذكرناها سابقا ومنزل آخر يملكه كيم يحتوي على مسبح كبير وحلبة السباق ويملك أيضا منزلا آخر به ملعب غولف ومرفأ لليخت إن أعجبك هذا الفيديو من قناتنا هل تعلم فلا تنسى الإعجاب والاشتراك جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم